اهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين خلوني أراح بضيفي في هذه الفقرة الفقرة الأخيرة في ملعب الأهلي في حلقة اليوم كابتن ناصر عباس أهم الحالات التحكمية لهذه المرة كابتن ناصر أهلاً بيك أهلاً بيك كابتن إسلام وبحيك طبعاً بحي كل أستاذ المشاهدين خليني بس في بداية كابتن إسلام أول حاجة مهمة جداً فضلاً كابتن زماننا كنا بنحكم كانوا الكبارة عندنا الكبارة العظماء كانوا يقولون حاجة جميلة جداً لما تيجي تحكم مباراة ومحد يشاشعر بيك أو يحس بيك كحكم في الملعب أنت كده بقيت ناجح في المباراة أيوه وده اللي حصل ومحمود تهيق لي النهار بالضبط أنا وصلت لك ممكن حدك أنت يعني قربت معي الموضوع بقول الكلام دوت لي لأن النهاردة محمود قبل من التكلم في التحليل كافة الإسلام قلت أنا في البداية هو عنده الحس التحكيمي أو حس بالمكان كيف يختارك في منطقة الجزاء وبيروح بس ما يدخلش في اللعب بيكشف زاوية رؤية واضحة دي مزة محمود دي نتيجة الخبرة نتيجة أنه لاعب كورة على المساوى كويس مش ممدع فيه دحقه النهاردة أنه النهاردة محمود عمل مباراة لأروع نتيجة الحالات التحكمية الصعبة اللي هو قدر أنه ينجع فيها بشكل كويس خلينا نشوف التحكيم بالكامل لكابتن محمود عشان كابتن تحسين أبو السادات النهاردة كانوا كلهم بسنة امتياز كان الكابتن أيمان العقاد حاكم موتية القاهرة وكان الحاكم رابع محمود طارق من محافظة الإسكندرية تحسين المساعدة بالرقم واحد كان أيضا متميز فيه عنده حالات إيجابية كثيرة في هذه المباراة نروح للحالات في هذه المباراة تفضل لكابتن أول حالة كابتن إسلام عاوزك تلاحظ الحاكم القرار لكابتن إسلام ما بيجيش فجأة قرار الحاكم بيبقى فيه تحضير للقرار دوبة كوية عدده هقول لك تحضير دين معنا إيه هو داخل الحاكم ذات نفسه هو حسن فيه حاجة هتحصل فبالتالي شوف هو راح فين يعني نروح بس سامير للزوء هنا كابتن إسلام نشوف هنا عشور هو توقع ان فيه حسن فيه مخالفة وبالتالي ابتدأ قرب وهنا لم يتردد لحظة في ان هو راح على راكة الجزاء نتيجة إيه نتيجة زوء الرؤية المفتوحة عنده نتيجة المكان اللي هو قريب قوي قوي نيجي نشوف إيه المخالفة بقى اللي تمتكات الإسلام هنا الدفع وهنا في المدى 12 بتقول إيه إن في حالة الدفع وهنا الدفع من الخلف والإيد لذا من فوق ومن تحتك واضحة من فوق الأول هنا 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 أول حاجة بص رجل تحت كمان الإيد وبعدين كمل بالرجل اللي هي كملت فيه راكة الجزاء يعني رجل تحت وإيد فوق والإيد فوق طبعا راكة الجزاء جميلة جدا وواضحة آه أنا معاك إن هي واضحة بمليون في المية لنادي الأهلي ولكن أنا بردك بحي حكم برا إن هو كان متواجد في المكان ولم يتردد أبدا في إن هو اتخذ القرار الصحيح إذن راكة جزاء صحيحة لنادي الأهلي راكة جزاء صحيحة لنادي الأهلي فيه إدية تقريبا 11 أو 11 من الشرق الأول شوف هنا الحالة التانية اللي جاية هنا دي تسلل دي هل في تسلل عند المساعد رقم واحد تحسين أبو السادات نشوف لحظة اللمس بالزبط ونوقف سامير بالزبط شايفين كابتن إسلام حتى الخطوط فيها خطوة يعني وهنا التسلل الموجود والقرار قرار صحيح من الحكم المساعد تحسين أبو السادات تمام اللي بعد كده حالة من الحالات المهمة جدا جدا وهنشوفها كابتن هنا وبنقول فيه حاجة اسمها المهاجمة في القانون كابتن إسلام إيه المهاجمة؟ إن اللعب بيدخل بقدم أو بقدمين هنا نشوف القدم والقدمين هنا من لعب طنطة وهنا أنا شايف أن فيه مخالفة كان يجب أنها تحتسب لصالحنا للأهلي ويمكن هنا عشور آه ما هو تهور ده تهور ده تهور طبعا وكان يجب أن هنا يبقى فيه بطاقة على الأقل بطاقة صفة نتيجة المهاجمة والمهاجمة هنا بقدم والقرار هنا كان يجب إشهر بطاقة لإحتساب المخالفة أيها لبعد كده الحالة ديت مهمة جدا جدا يمكن في العادة كده هنشوف هنا برضك هنا فيه مخالفة طبعا من اللاعب هنا فيه الإيد برضا كده الإسلام زي ما قلنا الأونية فيه إيد هنا فيه إيد أعتقد هنا فيه مخالفة موجودة الإيد هنا موجودة فيه الدفع وكان يجب حساب المخالفة ولكن طبعا هو الحكم خلى اللاعب يتواصل على اسمه ده التحام بدني عادي وهنا بنونا عليه هنا بنقول فيه بقى في القانون عندنا هنا المدرب فيه ثلاث حاجات كده الإسلام لو المدرب يعترض بشكل مقبول هنا بيبقى فيه تحذير للمدرب لو هو تعدى السلوك هنا بقى فيه ممكن يكون فيه إنذار أو ممكن يكون فيه بطاقة حمرة لكن هنا هو عشور تعامل مع الحالة بتحذير أو بيه اللي هو اتكلم بس أنا مش عارفة كابتن هي كربية عنه أساساً الحالة هي بعيد عنده بس هنا برضا كده الإسلام هنا يجب أنك أنت الإيد ما تطلعش من الجسم يعني هنا بص هنا الإيد لا مش دي هي مش دي دي مش دي دي حال أنا بتكلم مع الحالة هنا هنا الإيد تطلعت كابتن أنت لما طلعت من الجنب كابتن إسلام لو قلنا كتفي بالكتف لو الإيد تطلعت من الجنب هنا في الدفع الموجود عملا هي حالة من الحالات اللي كان يجب فيه احتساب فيها مخالفة ولكن طبعا اللي بعد كده خلى اللعبة توصل هنا هقف وسيميل تجيب لي المساعد رقم واحد من فضلك وتبينهولي كده عشان بس ندي حالة حكمية تدرسية لحكامنا المساعدين كابتن إسلام هنا شوف الحكم من ساعد هيعمل إيه هنا ستوب هو اللي رفع الرايا ارجع تاني سمير كده بعد ذلك شيك هنا كتن خريبا يرفع كده سمير الرايا هنا في حكا اسمها تكنيك الرايا كابتن إسلام يعني تكنيك الرايا تكنيك الرايا أنك أنت بتشور على المخالفة ضد المهاجن مش ضد المدافع فلما تيجي ضد المدافع بترفع بيئدك الشمال وبتدي ناحية الشمال ليه؟ لأن الحكم النهاردة ممكن الأمور تختلف معاه وهنا تحسين إدى القرار فلما بتدي الشمال يعني معنا كده بتدي على اللاعب ده سر من أسرار التحكيم ده جماعة والإيد اليمين ده مهمة جداً ليه؟ لأنه ممكن أعمل لغفنة أو لغبطة للحكم اللي هو موجود إذن الحكم المساعد نهاردة عمل تكنيك صحيح بيئ الرايا حتسب مخالفة تعاون بعتبر تعاون إيجادي يعني لما تشوفوا الكرة في إيده الشمال الرايا في إيده الشمال بالضبط كده وهو ده اللي عمل تحسين بسواد واستخدم التكنيك برافو عليه بحقيقة لإيجادة إن كان ممكن حاجة تانية يرفع بالليمين ويبدل بالشمال يعمل مشكلة لغبطة للحكم ده حاجة جداً للحكم المساعد بنحيي عليها نفس الشيء هنا هو هنا عشور احتسب المخالفة وزي ما قلنا دايماً المهاجمة كابتن إسلام هنا المهاجمة شوف هنا الرجل وهنا شايف بردك هنا إن فيه مهاجمة من اللعب طنطة وزي ما قلت هو احتسب المخالفة وقرار صحيح ولكن كان يجب هنا مع المخالفة اشهر البطاقة الصفرة للعب أو اللعب التهور أو نتيجة التهور دي حالة من الحالات اللي هي أيضاً يمكن عد التعاشور ولكن ده ما يقللش من الأداء اللي هو عامله تمام الحالة المهمة اللي جايدة مهمة جداً كابتن إسلام وممكن التعديلات اللي هي الخاصة بلمس مخالفة لمس الكرة بالإيد بطول إيه هنا شايفين هنا أجيه آه خد الكرة بإيده تمام هو مخالفة لمس الكرة بالإيده وسيند يعنيزت على إيديه هو اللاعب بتاع لاعب طنطة لمسها جات على إيديه ممتاز في حاجة مهمة جداً هقولها لك ودي مهمة لكل مشاهدين الناد الأهلي وكل مشاهدين ومدربين إن هنا في مخالفة لمس الكرة بالإيد كابتن إسلام قال لك من غير المعقول إن المهاجم يحرز هدف أو الزميل يحرز هدف من لعب الكرة بالإيد أو حتى لو كانت مش متعمدة يعني أي كرة تيجي في إيد المهاجم أو في زميله يحرز من هدف يعني دي لو على قديمه ممكن يقول إن هي مش متعمدة أو الإيد مثلاً طبيعية أو كده ولكن هنا في التعديل الجديد قال لي جميع الحالات اللي ممكن المهاجم تيجي في إيديه حتى لو هو غير مقصودة أو مش متعمدة هنا بتحسب عليه المخالفة وهنا طبعاً عشور احتسب المخالفة بقرار صحيح طبقاً ليه التعديلات اللي جات خاصة ببند مخالفة لمس الكرة بالإيد تمام حالة اللي جا دي حالة مهمة جداً جداً وزي ما قلنا بنشوف هنا الكرة المادة 2 الكرة وقلنا إن الكرة ليها محيط كابتن إسلام ليها محيط وليها وزن وقلنا إمتى عشان تبقى هدف تعبر بكاملها خط المرمى بين القائمين بكامل بكاملها وليس جزء منها وإن أنا بحيط طبعاً تاني مرة بحيط الحاكم المساعد رقم 2 رقم 1 لأن هنا اللاعب هنا لو شفنا هو رجلي على الخط وبالتالي هنا لم تعبر الكرة بكاملها خط المرمى وقرار صحيح بإستمرار اللاعب عند تحسين الباري ممكن يبين لنا بقى هنا البار طبعاً هيتدخل في مثل هذه الحاجات كمان في حاجة تانية كابتن إسلام تسمح لي بس أقولها مهمة خلصنا بالحالات ونتكلم عنها ما هي خاصة بالحالة داية طب تفضل الحالة الخاصة بالجول هذا الهدف كابتن إسلام هرجع اخرى أنا دايماً بحب جداً الحكم اللي عنده كراءه هرجع اخر هنشوف عشور لأن نحنا بنقول لحكمنا لو انت النهاردة ما قردت الحالة بوسع عشور كابتن إسلام عمل إنه تكنيك جري يعني تكنيك جري هو يستخدم الجري الخلف النهاردة عشان يوسع نفسه ويوسع لللعب اللي جاي وبالتالي هنا تميز فيها الحكم وبيأيزاً بتميز فيها الحكم مساعد لأن الرجل جاي من تحت فيه لعيب في صايد وفيه لعيب مش في صايد ولكن هنا فيه تركيز كبير جداً من الحكم مساعد رقم واحد أيضاً ومن محمود عشور اللي قدر أنه النهاردة يبقى عنده قراءة ويوسع كمال للعب اللي جاي موقفش بقى فسيكته كابتن إسلام وعطله يعني ممكن الحكم تاني كانت لعي قدام شوية كابتن إسلام كان عطل الدنيا ولكن هو رجع بظهره وبالتالي أنا تحقيه على الكراءة الجيدة آخر حالة معنا شوف هنا أن الواحزة كابتن إسلام هنا شوف هنا كابتن إسلام هنا كابتن إسلام هنا كابتن إسلام كام لعب نادل أهل النهاردة موجود وكم لعب أصفر موجود هتبص لأي حالة من حالات الصعبة اللي محتاجة تركيز عالي جداً جداً آه الخط الثامناشر مبين آه مين في التسلل ومين في التسلل ولكن أنا برضك بحية عليها الحكم مساعدة إيه قدر يربط ما بين الكل ويسمح باستمرار اللعب هنا سمح باستمرار اللعب ثم تعمل التباص اللي جاي ده موقفه سليم مليون في المية وللعب لكرة أيضاً موقفه سليم في المية في المية كان ممكن نهاردة لو حكم مساعدة نهاردة مش مركز كابتن إسلام معنوش تركيز مش رابط كوي كممكن يرفع لهذه اللعبة فقريباً أنا بقولي النهاردة إن طاقم التحكيم بالكامل آه محمود عشور حسين المستداد أي من عقاد محمد طارق قدوا مباراة جميلة جداً محسناش بيهم ونتمنى طبعاً التحكيم كله في الموقات اللي جاي بقى بهذا النموذج المحترم اللي احنا شفناه دي كانت فيه لقطة نهاردة لحكام كانوا بدربوا على تطبيق تقنية الفئر في الاستاد وبعد اللي بخلصوا تمرينهم أو بعض المحاضرات راحوا يشجعوا زميلهم محمود عشو طبعاً والله كابتن إسلام كانوا مشجعين للأهلي ومشجعين لطنطا ومشجعين له هو طبعاً حاجة جميلة طبعاً لافت جميلة من زميله الحكام لأن انت عارف كابتن إسلام لما تكون حاكم في الملعب الصعوبات عليك بتبقى كترة جداً جداً بتاعك حد بردك يشجعك حد يقف جنبك حد يسندك فأنا هنا بحي طبعاً زميل النهاردة وبحي عشور وتقريباً النهاردة أنا بقول تاني هو بدي درجة امتياز لكل الطاكم زي ما قلت لك ما نحسش بالحكم ده مهم جداً ما نحسش بالحكم ده نجاح فأنا تمنى دي ثقافة النهاردة وده نموزك النهاردة ودراسة ودراسة لكل الحكام إن هي ممكن تحزو حزو محمود عشو في هذا اللقاء أنا بشكرك كابتن ناصر على وجودك معنا النهاردة وعلى كل هذا التحليل المتحدة أنا بشكرك أنا وبشكرك على تعبك معنا شكراً جزيلاً يا كابتن ناصر أنا بشكر حضراتكم شكراً جزيلاً وألف ألف مبروك لجمهور النادي الأهلي ثلاثة قات تغالية بيضيفها النادي الأهلي إلى رصيده ليواصل تصدره لجدول الدوري العام بعد أسبوعه الحداشر أو بعد طبعاً أسبوعه التلاتاشر ولكن النادي الأهلي لعب حداشر مباراة كسب الحداشر مباراة وثلاثة وثلاثين نقطة ليتصدر زي ما قلت لحضراتكم في جدول الدوري العام أنا بشكر حضراتكم شكراً جزيلاً إن شاء الله صبقة النادي الأهلي الأخيرة أو المتبقية في فصل الشتاء زي ما كابتن ساعد الحفيز قال هي في الرطوش الأخيرة أتمنى إن شاء الله أن حضراتكم تبقوا متابعين لما سيحدث وما والإعلان الرسمي عن هذه الصفقة خلال الأيام القادمة من كل المنصات الإعلامية الخاصة بجديدات أو بقناة جديدات أنا بشكر حضراتكم شكراً جزيلاً إن شاء الله ألتقي مع حضراتكم يوم الأربع القادم وحلف الجديد أو يوم الحد ويوم السبت جميع يوم السبت القادم وعندي مفاجأة لحضراتكم من خلال برنامج سهر ماء إن شاء الله ألتقي مع حضراتكم يوم السبت القادم اشتركوا في القناة